السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وحلقة جديدة من مقارنة معالجات والمرة هاي اخترت معالجين المعالج الأول اكسنس 24-02 أحدث معالج من سامسونج ومعالج اكيد سناب تراغون 8 الجيل الثالث قبل ما نبلش بالتفاصيل ما ننسى أهلنا بالدعاء في غزة ما ننسى انه نظل نحكى عنهم حتى أهلنا في السودان في تعتيم يعني إعلامي عن أهلنا في السودان ما بنعرفش التفاصيل اللي بتصير هناك مين بتقاتل مع مين وليش بقتلوا بعض يعني أنا شخصيا مش عارفة لكن أنا مع المظلوم أنا دائما إن شاء الله مع المظلوم بدعوا للمظلوم وكلنا بنقدر نساعد مسلم مسيحي أي حدا عنده إنساني أكيد رح يشعر بهذول الناس فالدعاء المطلوب اللي حكي عن هذا الموضوع المطلوب الله يزيكم الخير معالج الأكسنس 24-02 الأكسنس نفسه صار عنده السمعة نوعا ما سيئة نوعا ما مش مرغوب فيه نوعا ما مكروه مع أنه سامسونج بتعمل بوش إنها تطلع هاي المعالجات وتخلي سمعتها كويسة لكن مرت سنة وما استخدموها السنة يستخدموها صحيح ففعليا الأداء اللي شفناه من هذا المعالج بصراحة مش سيئة وأنا بدي أقارنه اليوم مع سناب تراقل ثماني الجلي الثلاثة الأفضل تعالوا نشوف الأرقام أول شي بنا نحكي عن التركيبة وتركيبة الإكزونوس يتكون من 10 أنوية وهو بمعمالية الأربعة نانومتر وسحبه للطاقة ستة واط النوع الرئيسية الكورتكس الأكس أربعة بتردد 3.21% جيجا هيرتز بعدين عنده نواتين الكورتكس الأي 720 بتردد 2.9 جيجا هيرتز بعدين عنده كمان ثلاث أنوية متشابهة من الكورتكس الأي 720 بتردد أقل 2.6 جيجا هيرتز وأخيرا عنده أربع أنوية من الكورتكس الأي 520 ذات الطابع الاقتصادي بتردد 1.95% جيجا هيرتز واللي صنع هذا المعالج مصانع السامسونج معالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث ثمن أنوية بمعمالية 4 نانومتر وبيصحب طاقة 6.3 واط أعلى شوي من إكزونوس النوع الرئيسية الكورتكس الأكس أربعة نفس الشيء التردد مختلف 3.3 جيجا هيرتز أعلى شوي من سامسونج عنده الثلاث أنوية من الكورتكس الأي 720 بتردد عالي 3.15 جيجا هيرتز وعنده كمان نواتين الكورتكس الأي 720 بتردد منخفض 2.96 جيجا هيرتز ففعليا هو بتردد أعلى من سامسونج وفيه كمان نواتين الكورتكس الأي 520 مفروض هذا الاقتصادي بتردد 2.27 جيجا هيرتز والذي صنع هذا المعالج لكوالكم هي شركة TSMC المعروفة حسا بنروح على موقع نانو ريفيو ونشوف نتائج فحصه هذا الموقع لهذول المعالجين في فحص الأداء العام إكزونوس حصل على 96 نقطة سناب دراجون حصل على 97 نقطة في فحص الألعاب إكزونوس حصل على 99 نقطة وسناب دراجون حصل على 100 نقطة أنا بالنسبة لي هذا مش فرق تقارب يعني زي ما انتم شايفين في فحص البطارية في فرق نوعا ما إكزونوس حصل على 86 نقطة سناب دراجون حصل على 91 نقطة الدلالة إنه سناب دراجون حيحافظ على البطارية أفضل شوي من إكزونوس بس لحد الآن يعني في تقارب شوف المجموعة العام إكزونوس حصل على 95 نقطة سناب دراجون 97 نقطة صح الفوز لسناب دراجون ولكن ذلك لا يعني إنه إكزونوس سيء زي ما إحنا متخيلين يعني ممكن أشتري جهاز عليه الإكزونوس 24 صفرين وما أخف نروح على موقع الـ AN2210 ونشوف الفحص والنتائج إكزونوس حصل على 1.777.663 نقطة بس سناب دراجون حلقة بالرقم حصل على 2.870.940 نقطة هون شفنا فرق فعليا بالأداء لغرافيكس والأداء العام نروح على الجيك بنش 6 في فحص السنجل كور حصل الإكزونوس على 2.196 نقطة أما في فحص المالتي كور فحصل على 6.964 نقطة أرقام جيدة ولكن سنب دراجون حصل على في السنجل كور 2.193 نوعا ما أقلي شوي من إكزونوس أما في المالتي كور حصل على 7.304 نقاط يعني في أفضلية لصالح سناب دراجون نروح على فحص 3D Mark إكزونوس حصل على 13.930 نقطة وجاب تقريبا ثلاثة ثمانين فريم بير سكند سناب دراجون حصل على 16.526 نقطة وجاب ثمانية وتسعين فريم بير سكند في حتى بالفحص هذا تفوق لسناب دراجون يعني واضح من الأرقام بالألعاب رح يكون فيه تفوق وأفضلية لسناب دراجون بس يمكن مش بكل الألعاب في الرام سناب دراجون بيدعم bandwidth أعلى من إكزونوس حيزيد في الأداء نعم شوي وبشكل عام بالداونلود فيه تقارب الأرقام مش فرق كبير زي ما أنتوا شايفين هاي النتائج أنا أعتقد أنه إكزونوس منافس لكنه ليس أفضل واضح أنه ليس أفضل حاليا يمكن يشوف بالإكزونوس 25 صفرين منافسة قوية جدا شو رأيكم؟ إيش حابين معالجين أحكي عنهم بفيديو قادم اكتبولي في التعليقات السلام عليكم